بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة السلام على سيدنا محمد وعليه وصحبه اجمال. ان شاء الله هنتكلم في التسوريال دوت عن او اللانجوش كنستراكت اللي تريد نشتغل بيها وهي الايكو. يعني ايه ايكو? ايكو عبارة عن زي ما قولنا قبل كده ايكو ديت بتقدر تستخدمها انك تعمل على ايه بدون اي مشاكل زي ما شوفنا قبل كده لما كنت بتكتب ايكو كان بيطلع لي ما فيش ايه مشكلة. طيب اه خلينا دلوقتي بتاعت الايكو. لو انا مسلا اه كتبت ايكو كده. قلت له هلو وورلد. اه كده رجعنا هنا تاني وقمنا بص هنا هنا. هتلاقي ان هو بيقولك اه ما فيش ايه مشكلة. طيب اه لو انا كتبت مسلا ايكو بالمنزر ده. هتلاقي ان هو ما بيقولكش اه ان في اي مشكلة عندنا. طيب معناها ان مش بتأثر معانا على الايكو الحاجات دي. طب خليك انا نجرب حاجات تانية. لو انا مسلا نفس المسال اللي كنت قبل كده بس هنجربه. نشوف بس كده يعني لما نقول له ايكو. بس نخلي دي بقى كابيتل المراتي. هنشوف هيقول ايه? هيقولك اه تلاتة ما فاش اي مشكلة. برضو ما فاش اي مشكلة. ده معناها ان اسم بشكل عادي مش بتتأثر باللي انت بتكتبه سواء او اللي انت كنت كتبه دلوقتي حالين. اه مش هيقولك لا في اللي انت بتكتبه سواء اه كابيتل اسمول وكل كابيتل كل اسمول وهكذا ما فاش اي مشكلة عادي. ولكن خلينا ماشيين مع ان انت لازم لما تكون بتكتب اسم الفانكشن تكون كتبها بالشكل ده. تكون كتب كل حاجة ده معنا بتاعت الايكو او الفانكشنز بشكل عام. اه تقدر تكتبها كابيتل اسمول وهكذا. بس اهم حاجة تمشي مع الناس يعني تمشي مع الستاندرز انك تكتب الكود بتاعك زي ما الناس بتكتب بالزور بيكون فيه او يعني تكتب بيها عداد تشتغل بيها وتكتب بيها. زي مسلا ان الايكو او الفانكشنز تكتبها تكون مسلا السوابت زي ما هنعرف قدام يعني ايه سوابت لازم تكون بتكتب كابيتل ليترز المتغيرات لازم تكتب اسمول ليترز وهكذا. الحاجات ديت هتبتلي اكتبان اكتر مع الوقت. طيب اه ده وقت بالنسبة بتاعت الايكو. اه هاو كانوا يوز ايكو. ايكو تقدر تستخدمها لما زي ما احنا دوقتي زي ما احنا حاليا بنستخدمها دلوقتي. لازم تكون فاتح التاج بتاع البيتش بي. تكتب الكلمة عادية ما فيش اي مشكلة. وبعد كده تكتب الحاجة اللي بعدها وما تنساش الايكو. انك تكون كتبها بالمنظر ده. تكتب سنجل كوتيشن وتكتب السيمي كولن. لو انت فكرت انك تشيل السيمي كولن ديت. لنجرب نشيل السيمي كولن ونرجع هنا. ونشوف. هتلاقي انا بقول لك. انت دلوقتي بتقول لي ان الايكو ديت خلاص خلص على كده. هو انك دلوقتي بتقول لي ان الفايل انتع على كده لا هو الفايل ما انتهاش. انا مستني منك انك تقول لي دلوقتي هو انت لو كتبت كومة مش هتشتغل بس يعني لو كتبت كومة ده معناها حاجة تانية دلوقتي هنقولها كمان شوية بس في الوقت الحقيقي اللي احنا في اكسبيكتنج آآ سيمي كولان من غير السيمي كولان ديت انا مش هشتغل هاقف فدوت معناها ان الكمبيلر بيكلمك بيقولك ان انت عندك ارور الارور فلاين كزا يعني خلينا مسلا نقول له مسلا اكو تاني هلو وورلد واان خلينا نرجع هنا تاني هتلاقي ان هو بيقولك آآ allunci line 4 lane 4 يعني هدوقت اللي خلص الاين دوت ومستني في اليوم دوت أن هو يلاقي سيميمي كولان ما لقاش سيمي كولان لق ان هو راح على 4 فالجل ازاي ان توديدن على barrel 4 وكتبت لأيكو لا ده انا مستني منك في لين 3 انك اى تكتب للسيمي كولان ممكنش مستني منك انك تنهي اللاين دوت بالكوتيشن بس وتنزل على اللي بعديه وتكتب ايكو. فالوقت معناه انه بيقول لك ايه انا مش مستني منك كده. بيقول لك دوت اكسبكتنج سيمي كولان لين اربعة. ده معناه انت تكتبين هون. انه بيبقى سابق سطر. طيب. لانه دوت عملت كده. وبصيت هتلا بيقول لك ايه? لين ستة. انا اكسبكتت انضف زفايل. الفايل دوت ما كانش مفروض انه هيقفل من غير ولا حاجة كده يخلص على كده. لأ ده انا مستني منك برضو انك تكتب سيمي كولان تاني. فبلاقوا كتبت السيمي كولان تاني هتلا بيقول لك هلورد هلورد ما فيش ايه مشكلة. طيب لو انا دوت عملت مسافة هنا مسلا. هتلاقي ان في مسافة هنا حصلت ما فيش ايه مشكلة. وبما عملت مسافة تاني هنا. هتلاقي اني مفيش اي مسافة حصلت. طيب. لو انا فكرت ده اعمل مسافات كتيرة. هتلاقي ان البروزر مش بيعترف بالمسافات الكتيرة اللي انت بتكتبها دا. اه خلينا نعمل كده مسلا. اه مفهمش تديد معناها ايه. لو انا عملت كده. برضو مفهمش معناها ايه. بس شل الان دا. اه هنقول الكام دوت يعني ايه بالزبط. بس يعني دلوقتي اللي انا بحاولة فاهمهولك ان البروزر مش بيعترف بالا مش بيعترف بالمسافات الكتيرة. مش بيعترف بالسيكونسس اللي انت بتكتبها لها الاسكيبنسس اللي انت بتكتب النيو لاين باك ان تتمع لها نيو لاين وحاجات تاني اللي لسه برضو هنتكلم معنا في التراز القادمة بس هو دلوقتي مش بيعترف بالكلام اللي انت بتكتبه ده فبالتالي البراوزر بيترجم انت المسموح لك انك تكتب مسافة احد واس مش اكتر من كده مش هيترجبها طيب دلوقتي انا ممكن اكتب ايكو بالمنظر ده ما فيهاش اي مشكلة ممكن اكتبها بالمنظر ده برضو ما فيهاش اي مشكلة وهتلاقي ان النتيجة واحدة ما فيهاش اي مشكلة طب ايه الفرق ما بين وايه نخلي الموضوع دوت للتوتوريال اللي بعد الجاي لما نتكلم عن البرينت ان شاء الله اشان خاطر بقى نجيب الفرق ما بين البرينت والايكو لان الاتن بيعمل اوتبوت فالفرق ما بين البرينت والسنجل كوتيشن والدابل كوتيشن والحاجات دي كلها يعني اني خلي الفرقات والبرفورمانس كله معوضة في حط احت بس يعني ابقى دوقتي انت عارف ان انت هيبقى ايه في فرق في الحاجات دي طيب ان كله نجتمل تاكس هيس اس تاكس ان جواسكت وزن زا اكو خلينا دلوقتي نجرب كده نقول له اكو قوله ستايل ستايل تاني وخلينا نقول ايه تاج اتش وان عندك مثلا خلينا نقول له الـ background color بتاعه خلي red وبرضو في نفس الكود دوت نقول له اتش وان اتش وان اه hello world خلينا نرجع هنا هتلاقي ان هو طبق الافكت بتاع الـ css ده كده معناها ايه؟ معناها ان انا كتبت كود css وكود html جوا الـ echo والترجم ازاي؟ دلوقتي انت بتقول لي ان الـ echo ديت بتطلع فالـ string اللي هي طلعته دوت يعني دلوقتي مفروض انه يتعامل مع الـ string يعني يتعامل مع الكلام المكتوب جوا الـ echo دوت ويطلعه زي ما هو بالنص يعني يطلعه المفروض يطلعه الـ tag style الـ tag h1 الحاجات دي كلها كان مفروض ان هو يطلعه بس هو ما عملش كده ادخل الـ effect بتاع الحاجات دي وطلعها طب ايه اللي حصل بالضبط اللي حصل دلوقتي ان الـ browser لما جاله الـ string دوت او لما شاف الكلام دوت ولقى في الكلام دوت الـ tag كلمة style وكلمة h1 ادرك ان دوت مش مجرد كلام ادرك ان ديت عبارة عن tags ولازم تاخد الـ effect بتاعها فعشان كده ايه طبق الـ effect بتاعها وفعلاً ظهر لي الـ background color بتاعتي انها بقت على كلمة hello طيب ايه خليني دلوقتي افكر ان انا احاول ان انا احط الـ JavaScript code احط حاجة بسيطة جداً عشان الناس اللي مش واخده JavaScript نقول مثلاً alert ملاحظ دلوقتي ان انا عملت single quotation الـ code تلون لون تاني ده يعني ان انا هيظهر لي مشكلة طيب خلينا نقولها كمان شوية نقولها كمان شوية دلوقتي فمضطر ان انا عملت دلوقتي single quotation هقول له مثلاً JavaScript is here خلينا رجع ما فيش ايه مشكلة ده معناها ان انا قادر اطبق CSS و JavaScript و HTML جوه مفيش اي مشكلة الكلام دوت الـ browser هو اللي بيترجمه مش السيرفر هو اللي بيترجمه السيرفر هياخد الكلام دوت وبعد كده يحوله الـ browser الـ browser الـ browser الـ browser مفيش مشكلة خلينا نرجع هنا هتلاقي ان الـ browser لما كان بيترجم الكلام دوت هتلاقي ان هو بترجمه ازاي خلينا نفتح الـ head ترجم الـ code اللي انا كنت كتبه ووزعه لان احنا قلنا براوزر هو اللي بيعمل الكلام دوت خد الـ code اللي هو اللي انا كنت بقوله وحطه في الـ automatic وحطه جوه وخد الـ code اللي انا كنت كتبه وحطه جوه من غير ما انا اتدخل في الموضوع انا كل انا عامله كنت حطت الـ code كله كان كله على بعضه حاجة واحدة هو اخد الكلام دوت ورح امزبطه ونساوه بعد كده زهر لك الـ output بتاعه مفوش ايه مش كده طيب concatenating and multiple arguments خلينا نشوف الـ concatenating طيب خلينا نعمل كده hello word مازلا هتلاقي انه هو قالك hello word معلها ان الـ concatenating دوت معلها ان انا باخد حاجة وبعد كده بقوله لا ما تقفش انت لسه نهايتك مش هنا ده انت لسه هتكمل وتاخد حاجة تانية وتعملهم صوت طب انا ليه بحتاج لـ concatenating ساعات بيبقى فيه ظروف عندي في الموقع وانا شغال يعني بيتحتم علي ان انا لازم اشتغل بـ concatenating مثلا يعني الحاجات دي هنتترى نشوفها قدام عشان خاطر بس ما نبقاش شرحنا كتير قوي من قدام وانحنا لسه في الاول الحاجات دي هنتترى نشوفها قدام بس يعني عملا بيبقى ليها اسباب معاناة تقدر تشتغل بها وهتشوفها قدام طيب يعني لانا عملت كده مثلا يعني دوقات بتقوله ان انا هعمل هذا homework لسويد الفاقشن دوقات بتقول ان فيه东ك تكتبه هلو وورلد تكتبه تجد أيها الملادين بيمت 1950 طب ايه الفرق ما بين دي وايه الفرق ما بين ال contraction وأرداد سبعدها ان شاء الله انت multiple arguments انت بتكتب هاللوء عادي وبتقول له لأ انت لسه مخلصتش ده انت لسه تروح تشوف فورلد وتكتبها ولو كنا كتبنا حاجة تانية كنت بتقول له انت لسه مخلصت الشروح هاتي اللي بعدها وكتبها نهايتك امتا؟ نهايتك لما تشوف السيمي كولان بشكل عام احنا تقريبا معظم الشغل اللي هنشتغله انت بتكلم للبارسر او بتكلم للسيرفر كومبيليشن بتاعته بتقول له نهايتك عند السيمي كولان ديت طيب خلينا نتقل للنقطة اللي بعدها خلينا نشوف احنا لما كنا من شوية كنا بنكتب الكلمة بتاعت سكريبت ااا لقينا ان انا لو كنت كتبت الكود بتاعي خلينا نرجع تاني طيب دلوقتي هتلاقي ان انا لو عملت كنا هتلاقي ان اللون اتغير ده معناها ان في مشكلة بتحصل عندي دلوقتي لو انا عملت كده هيقولك ايه انت ليه دلوقتي كتبت لي الكلمة ديت كده بالمنزرة دوت هو دلوقتي قللك ان البداية البارسر لما اشق الكلام دوت قال لك انا بتاعتي ايه? فانا دلوقتي النهاية بتاعت الكود ده اكيد اكيد النهاية بتاعته هتكون برضو وهو فعلا النهاية بتاعت الكود ده فهو لما يبتدي يمشي في الكود بتاعك ويبتدي يكمل اول ما يجي هنا هيعتبر ان نهايته هنا لان هو شاف خلاص فهو متوقع منك انك تكتب هنا فيبقى انت نهاية هنا بس انت ما عملتش كده انت كابت وبعد كده تكمل كلامك عادي ما فيش مشكلة فهو اعتبر ان نهايته هنا فعشان كده احنا قلنا عشان نتهرب من حاجة ازا كده هنكتب الدبل كوتيشن بتاعتنا هنا هنهو فبالتالي مش هتظهر المشكلة برضو نفس الموضوع كنت ممكن ان انا اكتب هنا الدبل كوتيشن وهتلاقي اكتب هنا السنجل كوتيشن ونرجع هنا وهتلاقي ان الكود اتعمل الاكسيكيود ما فيش اي مشكلة خلص طيب فيبقى دلوقتي عشان خاطر ان انا اعمل اسكيب او ان انا اهرب من موضوع الكوتيشنز دوت بخلي واحدة سنجل والتانية ضابل لحد اما هنتعلم يعني ايه اسكيبينج هنقولها ان شاء الله في التوريالز الجاية نقدر بقى احنا نعمل ايه نكتب سنجل مثلا نكتبها بالمنظر ده حلو وورلت وتقول له مسلا اعم ان لافو اسبي اتش بي وتقفيلها كده طب وازاي بقى نحنا نكتب سنجل كوتيشن هنا هو ونكتب سنجل كوتيشن هنا والسنجل كوتيشن اللي هنا ديت نخلي البارسر نفهمه نقوله ايه ان الديت مش النهائي لأ انت هتكمل بعدها عادي با فيش مشكلة دوت هنشوف التوريالز الجاية ان شاء الله طيب اه احنا قلنا بلكده ان هي ايكو عبارة عن language construct فهي تقدر تشتغل بالparences او ما تشتغلش بيها براحتك تشتغل زي ما تشتغل بس الstandards اللي انت بتشتغل بيها ان انت بتشتغل من غير parences طيب فدلوقتي لو انا كتبت الايكو بالمنظر ده احنا قلنا كنت قبل كده بس مش مشكلة اذا نزود عليه تقدر تكتبها single وتقدر تكتبها double ما فيش اي مشكلة طيب خلينا نرجع هنا تقدر تكتبها single او double ضاونت تساور ملتيبل ايكو منا في قرانسيس يعني دهو انا فكرت ان انا اقول له خلاص ديت بقى انهيت اكنا كده و اعمل لي حاجة تانية كده بتقوله بقى خود ايكو منا في قرانسيس اخد ايكو منا في قرانسيس ا econ tani نفس الموضوع. هتلاقي ان هو اعترف فيها فش اي مشكلة. يبقى معنا ان انت بتعمل ما بيقدرش يعملها غير لما بيكون اه ما فيش لو موجودة ما بيقدرش اه يكتب الكلام ده. طيب اه اعتقد اللي هنا يكون انتهى دوت. وان شاء الله اشوفكم في الجاي ونتكلم بقى عن الفرقات ما بين البرينت واليعني ايه اصلا. والأه انهي اسرع من التانية ازاي اشتغل بديت وامتى اشتغل بدي. والحاجات ديت ان شاء الله نبقى نتعرف عليها في التوريالز الجادة. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.